هجوم ولا دفاع؟ كمل على الضربات السابتة بتاعة التراجي الهجومية انا شوية هقولك لعبهم بقى في الضربات السابتة الدفاعية رسالة مهمة جدا لعبت النادي الاهلي لان الاهلي دفاعيا عنده مشكلة في التمركزات في الكرات السابتة الاهلي عنده مشكلة في معدلات الاطوال ليه؟ لانه انت عندك في وسط الملعب بتعتمد على ثلاثية منهم اتنين لعيبة لا يجدوا ضربات الرأس مروان عاطية وأكرم توفيق السلاسي وامام عشور فتتكلم على السلاسي لو يجد ضربات الرأس فمش هيسندك في حاجة مش هيقدر يساعدك في الحالات الدفاعية في الكرات السابت فانت لازم عندك الجناحين حدث ولا حرج لاحسين الشاحات ولا برسي توادر يساعدوه فانت انا رسالتي دي لأربع لعيبة بس أربع لعيبة بس هم اللي عندهم القدرة ان هم يعملوا عملية الرقابة ويقدروا يشتغل في الكرات الهوائية ونصيحة صغيرة لي المين هم الرباعي؟ وسام أبو علي؟ محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد من أبو أربع لعيبة الأربع لعيبة ده هو اللي هم يعملوا بيهم اللي هم يشتغلوا في الحالة الدفاعية في الكرات الثابتة بشكل كبير يزود عليهم بقى مصطفى شبير طبعا حيثة الخروج طبعا مصطفى هجيله لوحده فانت بتتكلم على الرباعي ده دايماً يا كريم أي مدافع صغير أي مدافع صغير ناشئ يقوله سيب سيب مساحة دراعك بينك وبين المدافع بينك وبين المهاجم علشان لا يلف بيك ولا يطلع ياخد التكوف قدامك دايماً سيب مساحة الدراع فدايماً سيب مساحة الدراع ودايماً توقع التكوف في مشكلة عند محمد هاني ورامي ربيعة تحديداً في التكوف هو بيستنى اللعيب ويفضل قاعد بيستنيه بتاعتها تعمل التكوف إمتى؟ اعمل التكوف توقعاً للكورة لما تستنى الكورة طبيعية حركية المهاجم أفضل من حركية المدافع ده الطبيعي فانت طول ما انت سايب مساحة وطول ما انت شايف الكورة بشكل جيد ومرائب المال اللي معاك بغض النظر الكورة راحة فين انت هتعمل مشكلة كبيرة نحاة تانية نعرف بقى عشان الوقت الترجي في الكورات الثابتة الهجومية وبيشتغلوا ازاي بص شكري دايماً دايماً هم عندهم حلول كتير في الكورات الثابتة وعندهم تنوى لكن عندهم حاجة ثابتة مهمة جداً ناحية اليمين ينسس طب طالما ينسس اللي انا عمال اتكلم عليه طول الوقت ينسس ينسس طالما لا ينسس ينسس لعيب أشوال يبقى الكورة دايماً هتتلعب في اتجاه المرمى يعني الاسكرو او اللفة لو ترجعلي هنا تاني الاسكرو او اللفة هتكون في اتجاه المرمى دايماً الكريم طالما من ناحية اليمين طب لو راحت ناحية الشمال لا وبيحطها عكس تجون عشان الجون ما يعرفش يطلع ياخدها فدايما اعرف الكرة بتتلعب فين عشان تتوقع هيها تروح فين فمرجعيتك هنا هتكون المساحة وانك مذاكر للعيب عارف انه لما هيحطها من اليمين لما يلعبها من ناحية اليمين هيحطها ازاي هيحطها انسايت طب اللعبها من ناحية الشمال هيخليها في اتجاه المهاجمين مش عكس اتجاه المواجمين عشان تبقى بعيدة عن حارس المرب فالتوزيع بتاعة التراجي مزعجة جدا جدا في الكرات السابتة الهجومية تحديدا عندهم رودريجو يوجد ضربات الرأس بشكل جيد روجيء أهولو الراجل رقم 6 لعيب مركز 6 مميز جدا في ضربات الرأس عندهم لتنين سنتر باكس ياسين مرياح ومحمد تجاي لتنين مميزين جدا فانتبقى عندك 4-5 لعبين عشان كيف قلتلك الاهل كل اللعيبة اللي بتقدر تتعامل مع الكرات السابتة اللي هو ايه؟ 4 فانت هون من ناحية التانية عندهم 4 يطلعوا في كل الكرات السابتة فدايما دي مشكلة كبيرة فلا الاهل عنده مشكلة ولازم يتلافها بانه التمركزات والرقابة والمذاكرة بتاعة الكرات السابتة بتاعة التراجي تكون بشكل جيد